اشتركوا في القناة حيث اكد السيد الرئيس ان الوضع الاقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الاطراف الفاعلة لبذل كافة المساعي وتكسيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد التي تهدد امن واستقرار المنطقة بالكامل محذرا في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان ومؤكدا ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته كما شدد السيد الرئيس على ضرورة التجاوب مع الجهود المشاركة المصرية الامريكية القطرية الرامية للتوصل الاتفاق لوقف الحرب بقطع غزة بشكل فوري وتبادل الاسرى والمحتجزين بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة ونوها السيد الرئيس في هذا الصياق إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطع وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فورا لإصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية كما أكد سيادته ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة وما تشهد العلاقات بين الدولتين من تعاون وتنصيق مستمر في مختلف المجالات وعلى رأسها المجالات الأمنية والعسكرية حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في هذا الصياق تقدير بلاده لدور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام معربا عن التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى أفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث طلع السيد الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقادي وصرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوصيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد كما اتبع سيد الرئيس الموقف التنفيذي لعملية تطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية